اقول برضو انه كسؤال ما اتروحته الوقت هل تستطيع الصين الصمود امام امريكا هل يمكن ان يتحول العالم الى قطبية جديدة مبين امريكا والصين البعض يشير الى الحرب الاوكرانية الروسية باعتبرها ميلاد جديد للقوى الصينية في مواجهة امريكا هل انت بتعتقد في سلامة هذا التحليل انه يمكن للصين ان تكون هي القطب الدولي في مواجهة امريكا هل الصين نفسها في سياستها فلسفتها لي العلاقات خارجية ان تكون قطبا مواجهة للمصارح الامريكية الايدولوجية الصينية والفلسفة الصينية ما فيهاش كلمة هيمنة ما فيهاش كلمة قيادة العالم فيها ده كلمة قوى كبيرة قوى مؤثرة الصين تقدر تعمل ده بتحالفات عشان كده دايما شغلة مع الحواليها من الخمسينات شغلة في افريقيا كبرت شوية عملت تحالفات جديدة كبرت اكبر عملت الحزام والطريق عملت البنك الاسياء والاستثمار في البنيات التحتها عملت بعد كده البريكس شغلة مع الجي عشرين مش عايزة تواجه لوحدة لانها ما بتحبش المواجهة لسا رئيس الوزراء الصيني بيقول امبارح ان امريكا والصين يجب عليهم رغما عنهم التعاون مش النزاع الغرب هو اللي بيزعجه وجود الصين انما الصين مش بتسعى لازعاج الغرب معه مضر للتجارة احنا في الاول وفي الاخر بنفكر في مصالحنا التجارية قصيمة طب مصالحنا التجارية دي عدوها ايه نبقى في نزاعات احنا هايزين العالم ببقى في السلام فنبيع ونشتري بس نبقى الامريكا انتجارة دي عدوه ايه طبعا انتجارة فحد بالذات ايوما هي امريكا بتضعف اعا لان هيمنتها بتقل والحالك النهاردة كان في مؤتمر للحزب الشيوع الصيني حوار رفيع المستوى بين الحزب الشيوع الصيني والعالم حضروا 500 حزب من العالم من 150 دولة اتكلم فيه الرئيس الصيني عن فكرة التنمية القائمة على التحضر والحضارة يعني بيقول ان احنا عايزين نروح لعالم مفيهوش قطبية مفيهوش حد بيفرض اراءه على حد مفيش حد بيفرض عقوبات على حد ان التنمية السلمية هي الاساس مطالب الشعب هي الاساس بس اعنا خلينا نركز مع الرقم 150 دولة النهاردة مدعوين للحزب الشيوع الصيني حوار بين 500 حزب في العالم والحزب الشيوع الصيني شاف عدين احزاب في مصرح او لا كل في مصرح وكان خضور هايل وعلى رأسهم الاحزاب القومية الكبيرة وهم السلف البرلمية المستقبل الوطن موجود حمات الوطن كان تمثيل كويس جدا المؤتمر التنسيئية كلهم كانوا موجودين وشباب زي الفل ومسؤولين عن ملفات لعلاقات الخارجية وفاهمين الدول المصري كويس خلينا نسألك بقى ممناسب للحزب الشيوعي ازاي عمل التوافق ده حزب شوعي وعمل كل هذا الاقتصاد وكل هذه الرأسمالية المبطنة والنجاحات يعني اكبر عدد من مليونترات في العالم صيني الصينيين لما اتصدموا في الثورة الثقافية بدأوا يذكروا بشكل 79 مو لما مو مات اللي انتهت في اواخر الستينية النهضة اللي حصلت في 78 فاكتشفوا ان تطبيق الاعمى للينينية والماركيسية او حتى اللي سابوا موت زوتهم مش هيفيد هذا العدد من البشر طب نعمل ايه؟ نقول ان احنا هنقبل كل حاجة فدن شاوكين مهندس الاصلاح الصيني حلها وقال لهم لا يهم لون القط ان كان سيأكل الفقر اسود او ابيضهم هم يأكل الفقر فاحنا عشان نحل ده نعمل ايه؟ طيب عشان نرجع هونج كونج ومكاو نعمل ايه؟ نقول ان احنا دولة ذات نظامة عندنا نظام رأسي مالي موجود في المناطة الادارية الخضعة علينا اللي هي هونج كونج ومكاو وعندنا نظام اشتراكي شوية داخل البر الرئيس الصيني وفي الاقتصاد نقول ان احنا بنعمل اقتصاد سوق مخطط وفي فكرة الحكم نفسها هنزود ورا كلمة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ويفتح القوس وحط اي افكار في العالم تنفع تفيد الدولة حتها وحطها جوه الاشتراكية وعتبر الخصائص بالزبط بالزبط وهو ده الالتم لان العهد الغير مكتوب بين الشعب والحكومة او بين الحزب والشعب ملكش دعوة بالحكم وانا هخليك غني خلي اقتصادك كويس هتلعك من الفقر اخليك اه توصل لي جي بي دي معدل دخل ليتخطى اي دولة في العالم في 2035 ونفذ التعليمات عامل ده ما احنا شفناه في كورونا بينفذ كويس جدا شفناه في العزل بينفذ كويس جدا وهو نفسه الشعب فكرته عن اللي العالم بيطلق عليه حقوق الانسان او ما شابه ذلك مختلفة تماما عن رؤية العالم رؤية الصيني لحقوق الانسان انه يأكل ويشرب ويعيش بحرية مفيهاش فكرة التدخل السياسي وده برضو نفس الازمة بتاعتنا احنا كمصر مع العالم في تعريف حول انسان وهنا لازم اأكلهم وشربهم وعلمهم كويس وبعدين اكلمهم عن حول الانتخاب والسندوق الانتخابي هلأ طربت اكلهم وتعلمهم كويس مهير بيبعدهم حرية مفهوم الحرية هو المختلف زي بالزبط فكرة الانتخابات مهو تعريف يعني يعني عليك تقصد بالحرية ان انا انتخب اللي يحكمني هو يقصد بالحرية ان انا اعيش الامن مليش السلطة علي ان انا بقضي يوم العادي كويس جدا ان كل حاجة متوفرة حوالي ان انا مليش علاقة بالسياسة طوعية مش جبرا ففكرته مختلفة مختلفة تماما الشرطة الصناعية ببتشلش اسلاح يعني دي مفارقة كبيرة جدا تمام والاوروبية كثيرة يعني بالزبط ودي اعلى درجة التحضر وانك انت مش محتاج مسدس عشان تفرض القانون بالزبط